حارس أساسي في الفرق اللي لعب فيها من 2009 ده معنى أنك بتتكلم على خبرة لا يستهام بيها في حراسة المرمى واحد من أبرز أسماء حراس المرمى في مصر والدليل أن اسمه دايماً مرتبط بالانتقال للأهلي أو الزمالك كابتن محمد بسام فهاتريك واحد من نجوم الدوري المصري بشكل عام الموسم اللي فات ريكورد في مسألتنا للتصديات في حراسة مرمى سيراميكا كليو باترا يظل واحد من القادة المهمين جداً حدث يزوالك في تلاقع الجيش أو في سبايا كليو باترا دايماً يرتبط اسمه بالانتقال لأنادي الأهلي في أي مركات المفروح في أي وقت في الدنيا يعني يبقى محمد بسام اسم ثابت وقوي جداً في حراسة المرمى نجم حبيبي منورنا مشرفنا إنت هتمثل قريب لا مش دلوقتي بقى مديها تمثيل كده سويا سويا يعني التسريحة بالشكل لدي مدي على تمثيل قريب لا لا في عروض طب زيالكورة كده لا ما فيش لا لسه لسه لما أخد القرار بس طيب هما مصورين يعني من ساعة معرفوا أنك جاي قالوا يليزم أما تقعد أول سؤال تسألهوله انت مضت في يوفينتوس ولا لسه فأنا مش فاهم أنا مضيت خلاص فاتت فاهمني كل حاجة وكنت راح إيطاليا خلاص مفيش أنا فجأة لقيت في الحارس مرمى بتاع اليوفينتوس دلوقتي الناس بقى اهو شبه اهو اهو انا لقيت الناس عاملها لي منشنز على على الانستجرام ممروك يا كابت اه لا وانا ببصت على الصورة لا الشبه كبير اهو بقى في ناس نزلت بقى كوميكس انها دخوية وابويا مش عارف سافر إيطاليا وبعد كده رجع في مصر الله الله فموضوع كان كبير شوية فموضت لليوفي خلاص خلاص الحمد لله لعبت في إيطاليا وانا في القايران طيب البداية طبعا لو كلمنا عن دورك كحارس مرمى اولا ان الموسم اللي فات لانه كان مبهر الحقيقة يعني اعلى معدلات تصديات موجودة في الدورة لمصر اللي محمد بسمى الموسم اللي فات ما بين وجهة النظر ما بين انك شلت كتير جدا وما بين انه فريق بيلعب بطباعه هجومية فانت كنت عرضة للهجومات اكتر من اي حارس تاني يعني ايه اللي حصل اللي موسم اللي فاتت والله يمكن السنة اللي فاتت الحمد لله احنا الفريق ككل الحمد لله قدرنا نعمل حاجة كويسة كان اول سنة اعتبر مع الكابتنان الرماضي كان السيستم كان مختلف علينا شوية يعني السيستم فيه شوية حاجات كنا لسه اول مرة بتحاول نتطبع عليها اللعيبة كلها اللي كانت موجودة خاصة ان احنا كمان كان معظم اللعيبة لعيبة جديدة موجودة في الفريق السنة كانت اول سنة فكان بالنسبة له ان احنا بنقدم كرة كويسة زي ما الناس بتقولوا كرة حلوة كرة هجومية بس نفس الوقت كان ممكن شوية الحتة الدفاعية بالنسبة لنا كانت طبعا اه فيها شوية مش كسور يعني اللي هو احنا كرتنا حلوة كرتنا هجومية لكن في وقت من الوقت انت بتلعب فرقة في الدوري المصري اه ومدربين حافظين يعني ايه الدوري المصري حافظيني الكرة ازاي بتتلعب في الدوري والمطشاط بتتلعب ازاي فدي كانت بتقابلنا شوية مشاكل وكانت فعلا الناس بتروح علينا بشكل كبير بس احنا اللي كان فرق معانا ان احنا كنا بنجيب جوان كتير كنا بنروح يعني اعتبر احنا السنة الفاتة تقريبا كنا تالت اه اعلى فرق خلق فرص تهدفية السنة الفاتة احنا كانت سراميكا فانك كنت بتحرز هداف كتير وفي نفس الوقت كان بيجي عليك فرص اه كتير دي كانت خلق نوع من عدم التوزن شوية بسمه وده يعني بص امنت بالله يعني انتو بتلعبوا جمات على الفرق الكبيرة غير عادية الاهلي الموسم اللي فات الاهلي في السوبر حتى في الدوري قبل ما المباراة تتحول زي مالك نفس القصة مطش الموسم اللي فات حاجة غريبت الشكل غريبت الشكل لا يمكن يكون ده طبيعي انت حتى مش متطلع متعادل انت بتاع خسران ايه اللي بيحصل زي ما بقول لك يمكن هي الفكرة كلها لكل حاجة على حدة نبدأ بالسوبر بس قدام القاتل ايه اللي حصل السنة دي ولا السنة دي السنة دي هي المشكلة بس اللي حصلت معنا البداية الغير موفقة اللي بتعينا بها المباراة اول عشر احداشر ثانية بيجي في الجن ايه اللي حصل في الجن اه عشان بردو انا عايز اوضح بردو النقطة دي يا ريت يا فان اجريش عشان اوضح لكم الحاجة بالضبط جدا الكرة رجع من 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 احنا من العيب بتاعنا فانا ما ينفعش امسك الكرة بيدي هي كان سهلة جدا ان انا هطلع امسك الكرة والكرة مفقاش حاجة رجع بالرجل يعني رجع من الديفندر عندنا ميرجعها لي فهو بيرجعها لي هي قلشت من على رجله او يعني هي هو عايز رجعها للارض فهي لما قلشت عليت يا هم فلما عليت مشوش بقى عشان اقدر نشوف عشان انا ناس كتير قوي مش قادرة تفهم النقطة دي بص احنا رجع من هي رجع مننا انا مقدرش عالعب بيدي انا اي سهل انا نمسك كرة بيدي مش مش حاجة بدليل ان انا طالع انا اقافل ايدي على جسمي علشان الكرة ما تجيش في ايدي فالنقطة بالنسبة لي صدق طب لو ما كنتش طلعتها اصلا لو ما كنتش طلعتها اصلا كان هيجي لي بقى انفراض هو كان خلاص يعني اما اه اه كان راجب اللي قدامك كان راجب اللي قدامك ما يلحقوش ما هو انا بقى احنا في ساعتها ما تقدرش بص اللي حصل في الكرة زي ما تشاف يعني ما حدش فهم ايه اللي حصل هو رجب اعتمد عليك اصلا انه رجب اعتمد عليك انه جاي من من هو ما كانش فهم ان انا ممكن امسكش الكرة انا لو مسكت الكرة دي محمودي كنت تردت انا سألت انا سألت فيها بعد المتش طبعا بص انا طالع ازاي الكرة انا لو فردت ايه دي بس اخدت الكرة انا سألت في الكرة دي عشان اشوف انا صح والغلط عشان حتى عشان حتى بعد كده لو حصل حاجة موقف زي ده طبعا انا اه يعني اتعلمت من الموقف اه انا سألت الحكام اللي كانت موجودة هناك كلها اه كان عندهم اه تو اوبشن الاولاني ان الكرة راجب زميلي فلو ما فيش تنافس عليها من الفرين منافس ومسكتها هيتحسب دربة حر غير مباشرة وهاخد انظار جود 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 الحالة التانية اللي هي الجون بقى ان انا لو مسكت الكرة دي وفيه تنافس من الفرين منافس ومسكت الكرة دربة حر غير مباشرة كرت احمر لانك تعمت منع هدف محقق لان هي خلاص هي جون فانت بتمسك الكرة جود 18 وانت عارف ان الكرة راجع من زميلك فانت بتمنع هدف محقق عمد فكان الرد كده قطعي الكرة دي كرت احمر ومكانش حدا يسمى علي ساعتها خلاص يعني انت لعبوا النام نادي الأهل يعني ما تبعتش كل حاجة خاصة بالمباراة لكن ما اعتقدش ان حد يجي في بالل التفكير دي خالص يعني ما اعتقدش ان في حد في جالوا التفكير ده نهائيا بعد المباراة لافت نظر تحكمية ايه صراحة او صراحة غير اه كابتن عصام الحضري انا سمعت هو بتكلم بعد الماتش هو بصراحة هو اللي تكلم في النقطة دي يعني يتكلم فيها بالزبط قالك ما هينفعش استحالها بس امسك الكرة بيدو لانه امسك الكرة بيدو كان هيبقى فيه كرار فانا الكرار بقى كنت عايز اعرفه هو ايه لان انا كنت عارف ان انا لو تعمدت ماسك الكرة دي وفيه تنفسية من الفريد الخصم انا هترد انا وبعدين فرة تلعب نقصة واحد اول 10 ثانية 11 ثانية في الصبر فالباست هنا هو اللي غلط يعني الباست نفسه هو اللي عمل كل رات كدير هو بالزبط هو عدم توفيق في البداية بس هي الكرة لكن اللي بتفرج مش شايف الكرة راجع من مين ما ركزش خالص الكرة راجع من هو بس شاف بس سامس زي مطلعش بيدو صح 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 والكرة جادة 18 بس فالبراق الحمد لله القرار براق طيب ايه بقى اللي بيحصل يعني الاهلي الزمالك براملز دايما طول الوقت بتلعبه افضل بوضوح وبتتغلبه بتتعلوش للغلبه اللي بيحصل وراحت وستابلت هدف وراحت وسجلت ايه اللي حصل يعني معرفش ممكن يكون عدم توفيق او احنا اوقات يعني كالعيبة انت ممكن في وقت من الاوقات تحس ان انت دايما انت بتلعب قدام الاهلي وزمالك براملز الفرقة الكبيرة دي انت لازم الفرص اللي بتروح بيها لازم تجيبها انت مش دامن ان انت كل شوية تروح فدايما كنت انا انا كنت في الجيش بقول وصيراميكا دلوقتي بنتكلم باللعابة كبيرة اللي موجودة يعني انت مش شرط ان انت بتقدي اداء كويس قدام الاهلي وزمالك والناس تقول لك والله انت بتقدي اداء كويس في الاخر الناس هتفتكر النتيجة فدا دايما اللي بنقول وبنحاول نوصله احنا معنا لعابة صغيرة ولعابة وعدة جدا ومحترمة وجايين فدا اللي بنحاول انا وسعد وكان السنة اللي فاتت محمد ابراهيم وكان رايان وكان ومعنا السنة دي يعني لعابة كبيرة جدا فده اللي بنحاول نوصله الناس ان انت دايما احنا ما بنستغلش الفرص اللي بتجينا قدام الفرق كبير دي لان انت لو جبت جون واثنين في النادي الاهلي مثلا بعد ما اتعدلت وجبت جون تاني الموضوع بمختلف خالص طبعا فلما هتتقدم هتلاقي نفسك عندك ثقة عندك اريحية في اللعب لكن انت دايما يا متعادل يا خسران الفلاتنين ضغطينه فالاجابة اهدار الفرصو بالزبط فانت الفرص اللي بجي لك قدام الفرق كبيرة دي لازم تحرز منها هداف لازم يبقى ليك افضلية في النتيجة غير كده الاهلي بازت نفسك في اي وقت في اي وق considerably يعني في اي وقت يعني با استيل لعبهم وباللعبة اللي عندهم قادرين في اي وقت يجيبوا جون فها دي النقطة ان انت لازم وانت بتلعب الفرق كبير دي الفرص اللي بتجي لك عزيزة عليك فرص محقاقة يعني ما بتروحش مثلا بكورنر او بتروح بكورة سابتة لا انت بتروح بحاجات يعني سهلة ان هي تتيجي جوان. فانا شايف ان احنا لو ان شاء الله يعني باذن الله الفترة الجاة دي لو قدرنا نستغل الكلام ده وندمل الفرقة الكبيرة لا احنا هنبقى ند قوي جدا قدام الفرقة. طيب على ذكر الاهلي. انت جالك قفر بالاهلي كم مرة? بشكل رسمي. على الارض كزه. اللي هو قالوه السراميكا احنا عاديين بسان. السراميكا السنة دي اه مرة مرة ف سراميكا هي انا بقلي سنتين سراميكا دي اه السنة اللي فتت مرة. manage و اه طالعي الجيش اه طلعة مرات. ثلات مرة. مرات. مرات. مه. تالت مرت مرة وانا كابتن حسان البادري زمان وانا في في انتخب الاولمبي. م ممل importantes سنة القبل يعني من من ثلاث سنين ومن اربع سنين. اقربهم كانت ايه? السنة فاتت. اللي موشو من اللي فاتت. اه. ايه اللي حصل? اه هو النادي العدي طبعا بعد صبت الشنوي في اه في افريقيا فكان محتاج حرس مرمى. فحصل تواصل مع النادي. والنادي النادي ما كانش عنده بصراحة مشكلة خالص يعني بالعكس او كان شايف نها خطوة كويسة ليا وطبعا النادي هتب خطوة يعني حرس مرمى او العيب يروح نادي الاهلي من نسبة لهم دي حاجة حاجة كويسة فالموضوع بس كان واقف على مفيش بديل لان كان فاضل ثلاثة اربعة ايام والقد يقفل. مم. فما كانش عندنا ما كانش عندنا للأسف حد ان هو يبقى موجود لان كان الحرس التاني كوكو وعندنا كان عنده اصابة كبيرة فكان لسه هيرجع في شهر واحد. مم. قاضي شهر يعني شهر اتنين او حاجة زي كده فكانت الموضوع صعب. فحق يعني هم كانوا بيتكلموا معي وكان وكانوا بصراحة منطقيين جدا وانا يعني ما اقدرش ان انا مسلا اسيبي الفرقة وكان فاضل العشرين ماتش عالدوري كان لسه بدري اهوي. الفكرة في الوقت فقط لغير. بالزبط الفكرة كان في الوقت هوبود البديل. الاهي يالك وصل ان الموضوع انتهى ولا يفتح في الويندو القادم. لا هو كان ساعتها طبعا الموضوع كان ضروري جدا ان هما خلصوه دلوقتي لكن ما حصلش طبعا كلام ان هو ممكن يبقى فيه في اخر السنة حاجة لان هو الاهلي كان محتاج في الفترة دي لان كان عنده مصطفى وحمزة بس. وهم عرضوا حمزة علاء على على سراميكا لكن المشكلة كانت كلها ان في اه اولمبيات شرع ستة واحنا عندنا الحارس التالت كان علي الجابري برضو متخب الامبي. فهي هي نفس المبدأ انت هيبقى عندك حمزة علاء وعلي الجابري اللي اتنين متخب اولمبي فالفرقة هتلعب من غير حارس مار. عندهمش. بديه. يقال دايما ان الكواليس في المنطقة دي عمرت ما يشبه ازمة بين اهلي وسراميكا. يعني كان موضوع وصل لمرحلة من الجدية انه الناس في الاهلي زيال الجد ان انا ما حصلش. علشان في نفس الوقت نادي سراميكا لازم برضو يفكر. ما في المية. ما في المية. فمصلحته لان انت هتاخد مني الحارس الاساسي. اه. وانا ما عنديش حارس. وما عنديش وقت ان انا اه اوجد بديل. اه. فلو كان وجد البديل كان الموضوع هيبقى سأل لانه زي ما قلت لك اه سراميكا ما كانش مانع بالعكس. يعني الموضوع كان بالنسبة له. ما عندهش فيه مشكلة خالص ان انا بقى موجود في النادي الاهلي. في حتة. وانت كنت عايز ما في المية. اكيد طبعا. اكيد كنت عايز. وكان هدف بالنسبة لي ان انا اروح النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت انا ما اقدرش اه يعني اضغط على على النادي اللي انا يعني شفت منه كل حاجة كويسة وشفت الخير. وفي الاخر اقول لهم لا انا لازم امشي. احنا عادنا اتكلمنا ومستر طاري بصراحة اتكلم معي ومستر معتز وكابتن ايمن. انا ما كانتش عندي مشكلة لان في الاخر انا مؤمن ان ان ده نصيبك ورزقك. وربنا لو كاتب لك انك كاتب موجود. تمام نشتبه موجود. انا راضي بالمكان اللي انا فيه. فعشان كده احنا كنا متفقين ان انا مش هسبكه. واسيب الفرقة والوضع. وخاصة الفرقة كانت بتأدي بشكل كويس. الدنيا كويس. فمش هنيهدم كل ده. عشان خاطر مصلحة شخصية. ليه انت مش في منتخب مصر النهاردة? يعني فترات طويلة الفترة اللي فاتت. دي اسمك مقترن بالمنتخب المصري بشكل او باخر. لكن ليه انت مش. بالزبط كده. مقترن نعم من منتخب المصري. ليه مش. لا معرفش. والله يعني اه ده ده سؤال انا بالنسبة لي عدت فترة طويلة قوي بقى افكر فيه مع يعني معرفش بحس ان انا اه بتعامل معاملة غير الناس بتتعاملها. انا بتعامل بالقطع محمودية. يعني انا بتعامل بالباص. بتعامل بال بال بالكورة مسلا لو ما طلعتاش على جنب. لا ده انت عندك مشكلة. الكروس مسلا لو طلعت ورجعت والكورة عدت او كورة جات لي تاني لا ده عنده مشكلة. في بالعكس في ناس تانية انا بشوف ان الموضوع بالنسبة لها بيتاخد اه عادي. يعني انت ممكن تغلط بس اه ما عنيش مشكلة. اسمك حميك جمهرية حمية مسلا. مسلا اه ممكن تبقى اه ما عرفش بتتأسس زي زي ما بقولك اه انت ممكن واحد يخطأ معا جوان كلها ما في بيش حد ما بيغلطش. وفي مصر الدنيا يعني قريبة من بعض جدا. اه. فما بتحسسنش ان انا بتعامل بالقطع بال 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 باللقطة واحدة وفي نفس الوقت في ناس تانية انت ممكن تعدلهم مرة واتنين. وبتبقى موجودة في المنتقى. يعني. في تواصل بشكل او اخر بينك وبينك ومن كابتن. كان في لأ كابتن سعفان بس احنا اتكلمنا مع بعض مرة واحدة بعد اول تجمع. لان اول تجمع لكابتن حسام كان بعد كنا رجعنا من السوبر الاولاني وكان اه كان دوتوت افريقيا خلصت وفيتوريا ميشي وكابتن حسام جيه وانا كنت بقى اللي بشكل كويس جدا للفترة دي. وما كانش في حد ممكن نسأله يا محمودي في اي حتة اه مين الحراس المرشحة اللي موجودة في مطاحب مصر وما يقولكش بس ان موجود. مم. فدي بالنسبة لي كانت اه كانت صدمة كبيرة جدا لان انا كنت مهاية نفسي ان انا يعني انا شايف ان انا الحمد لله كنت بقى دي بشكل كويس. والناس بشهادة الناس واحساسي الداخلي ان انا بقى دي بشكل كويس. وما ببقاش موجود دي كانت صدمة بالنسبة لي كبيرة جدا. حصل تواصله اه وان شاء الله الفترة الجاية تبقى موجود والدنيا تبقى احسن ومش عارف ايه الكلام ده. فبعد كده ما حصلش بقى اي اتصال تاني. فعشان كده بقولك انا انا بالنسبة لي مش قادر افهم اه انا انا ليه ليه اتعامل كده. يعني انا بقولك في ناس كتير او ممكن تبقى راحت او ماشي بشكل كويس. وفجأة ما بتبقاش ماشي بشكل يعني بتبقى الدنيا مش مش في احسن حاجة. وبرده ممكن تبقى موجودة في المنتخل. وممكن واحد يبقى ماشي بشكل كويس جدا. ومسلا يبقى وحش مطش ولا مطشين. وآآ لا مش هينفع يبقى موجود. فانا بالنسبة لي. رغم كورك واحد من الحراس اللي بتطلع بالكورة كويس يعني. ففكرة اللعب الحديث دلوقتي. واحد من القلاقة اللي بيطلع بيبني هجمة. مش مشارك في بناء اللعب. احنا محمود. احنا السيستم بتاعنا اه انا نسيت الايد ورجلي بتلابس ازاي. والله ما بغزة. ودر التمر مطلع بتلاب ازاي. احنا السيستم بتاعنا اللعب كله بتاحت. اه. انت لو شفت. السنة اللي فاتت والاحصائية موجودة. يلا نبص يلا نبص يلا نبص. احنا نشوف كل الحاجة دلوقتي. يعني اكتر حارس عمل تمريرات. اكتر حارس عمل تصديات. دي شوية ان الحاجات في بونا محمد بسام قدام كل الفرق. على مدار الفترة اللي فاتت. طبعا ده الاهلي سراميكا. طولية بتاع اتزالاكا. وغيره وغيره بقى من الحاجات. يعني عنصر مشارك دايما في بونا اللعبة سواء على الارض مع المدافعين لو المنافس اللي قدامك ضغط عاري. او بالقطري زي ما انت شايف كده. فالحاجات اللي ليها علاقة به. احنا كان واحد واحد كمان فسراميكا كان بيحاول يسجل دايما المشاركة موجودة يعني. الحاجات دي تعليم ولا اساسيا كابتن محمد كان عندك من الاول. لا هو انا اصلا كنت يعني بحب بلعب كورة. انا يعني انا لعيب لعيب كورة. فحيطة ان انا بلعب برجلي دي. كنت موجود في الاول باك في يولوج? لا. كنت انا بلعب. كنت انا يعني مع بعض كده في المدرسة. مع بعضين يعني. انا واخوي عمر. عمر فرود دلوقتي. اي. فهو عمر كان بيوف جون وانا كنت بلعب. اه. ودلوقتي اتعكست. هو بقى فرود وانا بقيت حارس مرمى. فانا عندي حتة اللعبة برجلي ما بقى بقاش قلق انا ما بقى لعب برجلي. فلما بيبقى عندك السيستم بتاعك بيساعدك. لان كل مدرب لي السيستم. فيه مدرب يقولك انا عايز اعلعب كورة طويلة او العبات تاني. انا بقى عايزك تحكي لي كده بشويش. نموذج لتمرينة كابتن ايمن الرماطي. الرجل ده انا بحبه جدا على مستوى الشخصي. على مستوى الشغل. بس انا عايز حد يحكي كواليس تمرينة. ازاي تقدر تتدرك بالكورة بهذا الشكل من ورا القدام بهذه السهولة المطلقة مهما كان المنفس اللي قدامك. هي سهولة فعلا بالنسبة للناس اللي بتشوف لك ان احنا بيطلع عنينا في التمرين. يعني احنا مثلا ممكن نقعد في بداية الهجمة دي مثلا خمسة واربعين ديقة خمسين ديقة علشان. التمرينة. في التمرين. ده التمرينة ده بعيدا عن باقي التمرين. احنا بنقعد خمسين دي مثلا بنزبط موضوع بداية الهجمة وان ازاي الحارس المرمى لما تجيله كورة يبقى عنده تلات تلاتين اختيار ان هو ممكن يطلع فيها الكورة صح. هو دايما كان هو بيقول كلمة بصراحة يعني معلقة في دماغي انا حارس المرمى. هو دايما بيقول لك العب كورة ما تلقش. ما فيش حد هيجي ياخد منك كورة بايديه. فدي بالنسبة لي هو عنده حق. هو ما فيش حد هيجي ياخد منه كورة بيدك. وبعدين الكورة ما بتتلعب لك انت عندك وقت انك تبقى عمل سكان وعارف هتباصي فين وهتلعب فين وعندك كزا حل. فدايما بيبقى في كزا حل موجود في التمرين انك تقدر تعمله. فلما بتعود تكرره كزا مرة في التمرين. الموضوع بالنسبة لك في الماتش انت خلاص مخزن ان انت في التمرين بتطلع من بتاخد الكورة من ناحية دي تلعبها من ناحية دي لو ما فيش حد ضغط على بتلعب على الطويل ودايما زي ما بقولك هو اه عمل كزا حل. يا اما تلعب للدفندر يا اما تلعب السردباك يا اما تلعب للوينج للباك العكسي بالزبط. فهو عنده بس مشكلة ان انت ما مفعش تلعب الكورة في قلب المالعب دي بنسبة له كارساج. لو تردد انفراض. خلاص. اه. انا بقى ليسانا معويل صلاح الدين. يعني خلاص بقى. دي بنسبة اه دي بنسبة له خط احمر يعني دي اخر حل لو لقيت الدنيا كلها بتلعب على جنب من اللجنة بكورة طويل. كوي. لكن هو في التمرين هو حتة البلداب دي بنسبة له مهمة جدا. بيحرك في الدفاع بيحرك في اللعبة الارتكاز يعني انت في التمرين الكله بيتحرك كأن الموضوع متحفظ. بالزبط كده. يعني انت اول ما بتحط الكورة السردباكين بيفتحه. انت بتلعب السردباك السردباك بيبقى عنده حل للباكليفت او حل للدفندر او حل لرقم تمانية او حل للوينج او حل للفيروت. فيروت ده اخر حاجة ممكن تلجأ لها. لكن انت تول ما ودايما يقول لك احنا مسلا بنحضر باربع لعيبة انت معاك بسان مسلا او الحارس معاك خمس لعيبة. خلي بقى فرقة تضغط عليك بخمس لعيبة. هتلاقيشها ورع ورع. وما فيش حد استحاله يضغط بخمس لعيب. فانت لما تبقى خمس لعيبة بتحضر على تلات اربع لعيبة. لأ انت لازم هتخرج بالكرة صحيح. اه اه اه. الافضل في المنطقة دي في مصر. بس انت عارف ده وصلك لإيه بقى? تيجي وريك ده وصلك لإيه في الاخر? ماشي. السقة اللي بقيت عاملة كده عارف ده وصلك لإيه? ماريه. ان انت بتاقيت تشتغل زي زلك. يعني الكرة تجيلك تجيلك بمهاجم قدامك عايز تعدي. بسام الفاتحة. بسام الفاتحة منتها كتير اول. انا عايز اقري شوية حاجات يعني. تفرج الناس طبعا على شوية حاجات. انه كابتن بسام استغلى هذا الامر عشان يبدأ يا رأس المهاجمين فتعدي مرحلة بناء او مرحلة ضغط يعني. تعدي خطة ضغط الاول فبقى الراجل اثنين واحد سبعيلي كسبان ممكن يبقى الثالث عدي علشان تطلع برضو على حد. تلعب الكرة الطولية تحاول ان انت تنزلها عند حد. صفر محمودي هو الموضوع ثقة. خلاص انت الراجل بيديك الثقة دي. طب ليه مش هتستغل. ومغلوب هنا بانك الاهلي. واحدة برضو. ثقة بس يعني هي ثقة ثقة بصراحة. هي هي الثقة في الاخر زي ما بقولك. يعني المدرب هو اللي برضو بيديك الثقة دي. برضو بتعدي في توقيت صعبة قوي. يعني واحد 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 صفر. هو برضو الفرود مش متوقع. كان لدي خد بالك انا عدت فترة اعمل الكلام ده وبعد كده عمر اخويا فرود. فبيلعب في السعودية الوقتي درجة تانية. فبيتكلم معي. قال لي خد بالك عشان الفرودة هتبتدي تركز معك بقى. يعني انا فرود بقولك ان الفرودة هتبتدي تركز دلوقتي ان انت بتحب ان انت ترقص. او بتحب ان انت تعمل واحدة تخرج من الضغط. فاخد بالك. فقعدت فترة فعلا بعد ما قال لي الكلام ده بقيت لعب الامان بقى المضمون. اللي هو الكرة جاية لي انا هباصي مش هرقص. عشان نقطع الحتة دي. لان اتقطعت منك فمرة خلاص كونسان طيب جون. نفيش حد وراك. كونسان طيب. فكرة الهاني اسلام عناصر ما انسي دايما نموذك في الحتة دي. يا طبعا هي هو ريسك بيبقى هو بيبقى ريسك صعب جدا لحالس المرمى انت مفيش خالص شكرا. انت تقطعت منك الكرة جون. مفيش يعني. طيب الفرقة في الوقت الحالي. يعني اولا عناصر القوة اصبحت كتير. الاول ممكن تفند لي كندوسي كبن قدم. كشخصية. معيدة عن الكور. معيدة عن الكور. لا كندوسي. يعني من انضر الشخصيات اللي واحد ممكن يتعامل معاها محترم جدا وطيب جدا. وشخصيات بيحب يهزر. ووقت الجد هو بيشوف شغله كويس. والميزة كمان فيه ان هو بيقدر يخرج بين الضغوط بشكل بشكل كويس. لعيب مخترف. يعني لعيب لعيب كبير بصراحة. وانا الشهدتي ممكن تبقى فيه مجروحة. لكن هو فعلا من اللعيبة اللي لو طلعت. انا بقولك ممكن يطلع يلعب في اوروبا مرتاح جدا. مرتاح يعني. رجل دولي في منتخب الجزائر مع رجل دولي. لسا لعب مبارح. ارزا. ما قطش لعب تسعين دقيقة. يعني. معميدة كوفيدش مدرب صارم جدا. والفرقة كلها نجوم. يعني لما تجيب لعيبة معلش بيلعب دوري المصري. ودام منتخب الجزائر وبيلعب اساسي. فاكيد اكيد هم اكيد زي ما بقولك شايفين ان هو لعيب كبير. ولعيب جامد وقادر يشيل. فانا بقولك لا هو من الشخصيات المحترمة والطيبة اللي واحد بيحبي. يعني الحمد لله. يعني. متوقع انه يكون في اوروبا قريب. مية في المية. يعني ما عنديش شك واحد في المية ان هو ممكن ما يبقاش موجود في في اوروبا او فرق كبيرة يعني. دخل نفسه في قصة كبيرة شوية في موضوع الازمة بينه وبين الاهلي. يعني كان ممكن ده كله يتجنبه. ولا انت حسس انه طلع يعني. هو اتكلم بعفوية. اه يعني هو اتكلم حس ان هو ممكن يكون مظلوم شوية. خاصة ان السنة اللي فاتت كوندوسي يعتبر من احسن او هو احسن لعيف الدوري المصري بالنسبة للفرق اللي برا اهلي وزاملك مسلا. او ممكن كمان ليه لعب ببقاش موجود فعلا من احسن لعبة اللي موجودة السنة اللي فاتت بما فيهم لعلي وزاملك وبراميز باركام وبتأثيره معانا في الفرق. فحيطة عدم رجوع للنادي الاهلي دي اكيد دايقت يعني اكيد اللي هو طب انا اعمل ايه تاني عشان ارجع النادي الاهلي يعني عشان انا خارج عارع علشان ناس تشوفني والحمد لله الناس شفتني. والناس كنت بتكلم علي وفي الاخر برضو هترجع مش هترجع طب خلينا نشوف. فحيطة الا 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 دي دغطته طبعا جدا نحس. وبعدين من عندنا راح منتخب الجزائر. فكل حاجات دي لما بتتعامل وانت خارج من فرق كبيرة زي قاله زمانك. لأ بيبقى ليك الاولويه طبعا انك ترجع تاني للفرق الكبيرة دي. فحيطة عدم وجوده ممكن تكون ضغطته شوية لكن في نفس الوقت هو قادر بالمواقف بتاعه واللي حصل. واعتقد يعني ان هو يعني بالنسبة له الموضوع كان نفسه طبعا ان هو يكمل في النادي الاهلي وكان نفسه ان هو يعمل حاجة للأهلي لكن في الاول في الاخر. هو شايف ان مصلحته دلوقتي ان هو ما يبقاش موجود بس. انت بقى ككبتن فرقة في المواقف اللي شبه دي. تعامل ازاي. يعني العيب في مشكلة في ضغط اكيد مؤثر بشكلة او باخر. انت بتليمت. هو ما اتعابنيش خالص في موضوع الضغط ده. هو. انت كمان كنت دخل تعابل اهلي. اه بالزبط. احنا كلنا كنا قلقانين من من الكندوسي يتأثر بالاجواه وبالجماهير ويبقى الموضوع بالنسبة له فيه استرس اكتر من هو يبقى بنازل لعب مباراة عايزي يعني عايزي الفرقة تكسب وعايزي يبقى هو نفس شكل كويس. احنا اتفاجئنا بأداء كندوسي في الماتش. كندوسي كان بيلعب الاهلي الواحد والماتش ده. يعني احنا بعد الماتش انا انا مش مصدق ان الراجل ده مسلا كان دخل في مشكلة او او لغط في الكلام. مع نفس الفرقة اللي على نفس الفرقة. وفرقة كبيرة وبجماهير والملعب متقفل. والمدير الفني موجود اللي هو ممكن يكون اه عنده عايزي يعني ما عارفش عايزي يرجع ولا لأ. فكل ده بتأدي لأ ده ده لأ. عشان كده بقول لك كندوسي حتة الضغط بالنسبة له. احنا اتكلمنا معاه ممكن اتكلمته معاه وبتاع. مم. فحسيت من كلامه اللي هو تشغلش بالك. مم فيش. انا طبعا كنت قلان بقول مسلا هو بيقول الكلام ده وخلاص. يعني مش يعني اه هيتأثر. هو فاصل مارين ده ده تماما. يعني تحس ان ما ما حصلش اي حاجة اصلا. يعني هو ما كانش ما حصلش اي حوار ولا حصل اي حاجة تضغطه خالص. في المدش. فشان كده بقول لك لا هو هو اللعبها كمان عالي جدا. تخصية جزائرية صلبة كمان. يعني هو لما بتكلم انه بلهجته يعني احنا كجزائريين عندنا طبعا وعندنا وعندنا هو هنا مش بيبالغ. هو بيتكلم على. انا عايز اقول لك ان برح كمان وهو بيلعب ماتش الجزائر. هو ملعبش ولا تمانية ولا وينج. كان ملعب ستة. ستة وده من دفاع. صح. انا انا كلمت بعض ماتش والتوله طب هو. طب انت دلوقتي هتلعب ستة ولا هتلعب تمانية. قال لي انا لعب في اي حتة. قلت له احنا بديها مشكلة. انت لو لعبت ستة احنا مش يجي فينا جوان. ولو ملعبتش وده انا ممكن ما رعبش نجي في جوان. فحلها انت بقى لوحك. كابتن عايب عبقري في استقلال الحاجات دي بصراحة. متكمل اكيد في سراميكا ولا? فيها وفيها. كندوسي. يعني خلاص. لا استنادي استنادي خلاص. ان شاء الله مكمل يعني. ها الذي تعاقد معايا ولا لسه فيها كلام. انا سمع ان الموضوع بيخلص. بس هو يعني الموضوع رسمي ولا لا 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 ما عنديش المعلومة بصراحة. طيب. واحد تاني من اللعبة كان موجود معاك. انا بحب جدا مستوى الشخص بصراحة. وبعتبره من افضل الاجلاحة اللي جات مصر. هو صديق اجولة. بصراحة يعني. حاجة خارقة للعادة. انت برضو تحكي لنا اكتر عن صديق اجولة. شوية التوهج قال. يلعب يمين احيانا في العمق احيانا. حدثنا عن صديق اجولة. هو صديق اه ما يلعبش غير وينجليفت. ماشي. صديق اه خفيف جدا. والرياكشن بتاعه سريع. اسرع من يعني من معظم المدافعين اللي ممكن يقابلها. فعشان كده هو بحيطة بتاعه سريع دي بتفري معاه في اي ماتش. لكن هي القصة زي ما انت بتقول. هو في بيرامدز الدنيا مش مش لسه مش احسن حاجة. لان هو بيلعب من ناحية اليمين وبيلعب في قلب الملعب. فلا صديق مش هيدر على الكلام ده. اه لكن صديق اه اه ارقامه معانا السنة اللي فاتت اه تخليه يلعب اهلي زمالك بيرامدز اه مرتاح. وعلى اي حد موجود في الفرق في الفرق دي. عرض عليه الزمالك قبل شوية من بيرامدز. يعني سمعنا النجال وعرض الزمالك في نفس الوقت بتاع بيرامدز لكن كان قضي على الامر. اه بالزبط كان خلاص هو موضوع بيرامدز اصلا خلصان من من شوية حلوين. بالفتر. بالزبط فالموضوع طبعا خلاص انت بتفهم عن نادي فيعني العلاقة كمان اه محترمة بين الاندية كل ده ونادي سراميكا فما بيقدرش ان هو يرجع في 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 الديل او في اي حاجة عشان خطر حاجة تانية. اه. لكن اه صديق من اللعبة الجامدة جدا وصديق اه كابتن ايمان الساني فاتت فرق معا جدا في في حتة الاداء وفي حتة احراز الاهداف كمان لان صديق كان جالنا من سموها كان شوية ممكن بيصنع اه لكن حتة انه بيحرز اهداف دي كانت بعيدة عنه شوية. فالكابتن كان بيضغط عليه جامع جدا حتى احنا كنا بنستغرب يعني يعني الكابتن يجي اوقات كتير الصديق بقى وكسر الدنيا ومكسبنا المطش ويجي يقول لك اوحاش واحد في الملعب كان صديق. فانت بتستغرب فلا هو طب ازاي يا كابتن? يجي بعد كده انه يمكن السنة دي بقى اللي انا كان بيدي مسأل بصديق عشان عندنا الوينجات الجديدة تتعلم يعني وتشوف الكلام. انهم انا اكتر واحد كنت وضت عليه كان صديق مع انه كان بيبقى احسن العيب في المباريات كلها لكن انا عشان عارف انه عنده اكتر من كده فانا كنت لازم احسسه ان لسه في حتة نقصة لازم يعمل الحتة دي زيادة علشان يبقى في الطب ففعلا كان فاري معنا كان فاري معنا جدا تطور كمان في حتة الاهداف بقى يجيب اهداف وبقى يصنع بشكل كبير. كابتن ايمن بصراحة في القصة. لا بصراحة. طيب. على غرار قصتك انت مع النادي الاهلي. سمعنا في اخر ايمن المركات وبرضو عن كلامنا بين الزمالك واحمد رمضان بكم. هو كان عايز لكن الادارة مساكت نفس الموقف تقريبا يعني. هل هو مشابه ولا في اختلافة بين الحكاية دي والحكاية دي؟ لا هو ما فيش ما فيش تشابه في الموضوع لان يعني بص هؤلاء خلال حاجة. فرط. هو فيه فيه سيستيم في النادي عندنا هو ما بي يعني مثلا بيكام محسوب على النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي ومناشين النادي الاهلي. فبيكام ما ينفعش يروح من من سراميكا للزمالك. والعكس لو فيه العيب من الزمالك. لعب في سراميكا. والاهلي عايزوا ما ينفعش يروح من سراميكا للاهلي. ما تقرأك في سيستيم ده؟ آآ يعني انا شايفه ان هو في مصر آآ صح جدا. لان انت في الاول وفي الاخر انت ادارة علاقتك كويسة بالاندية. فما ما تحسبش عليك ان ان انت بتاخد العيب من مكان تود مكان تاني. فلكن. يعني مش عرف موجود في الفيفا مش حاجة. لا لا مش عرف. لا. هو هو مبدأ. هو مبدأ. لكن هو اي نادي اي العيد تاني مش محسوب على الاهلي وزمالك. زي مثلا كان جالي انا الاهلي. لو كان جالي اهلي وزمالك. انا سعيتها لكو تختاره. النادي ما كانش عنده مشكلة في اه في اختياري. سواء زمالك سواء اهلي ما كانش عنده مشكلة في الموضوع ده. لكن حتة ان هو الناس تحس ان النادي ده مثلا زي ما بيقولوا محط عشان يروح مكان تاني. هو بيرفض النقطة دي تمام. كما انت شخصيا جالك الزمالك في الصيف? لا. لأ. لأ. كله كان كلام من برة وكان كلام وكلة لكن ما حصلش تواصل رسمي بين بين سيراميكا وبين الزمالك او زمالك سيراميكا. فالموضوع ده ما حصلش يعني زمالك ما طالبش الموضوع رسم. فما كانش الموضوع ماشي بشكل رسمي. لا لا. طيب. محمد بسام. نروح نشوف مع بعض اجمل ما قدامه على مدار الفترة اللي فاتت اللي كان متقلق فيها بشكل كبير جدا. بعيد عن فكرة الطلاب الكرة كان فيش حاجات تعالوا برضو نبص عليها للرجل الاكثر تصديا من الموسم اللي الماضي واللي كان متقلق جدا مع سيراميكا البطرة. محضرين شهات حاجات تعالوا نبص عليها. ونشوف الدنيا. يا الله بينا يا فدم. ده ابرز تصديات الموسم اللي فات. واحد صف. ده اول ماتش السنة دي. اه. اه ده الموسم ده. اه. ده الموسم ده. اول واحدة قدام اللي اسماعيلي. ده اللي فات. لا ده السوبر. ماتش السوبر السنة دي. حلوة دي جدا. دي اتنين وتسعين من زمن المباراة. ثم ده سموحة. موسم اللي فات. رفلكشن ممتاز الحقيقة. يعني رفلكشن في اغلب الاوقات ممتازة كابتن بينا بصراحة. مصري مع سيراميكا. برضو عرضية. رفلكشن برضو ممتاز. من الركنية طالع. من تاني الهجبة مكملة. لكن اتشارت بعد كده. لا والله لسه مكملة. لسه. لسه الموضوع مكمل. لسه مكمل. بتحس ان الموسم اللي فات ده كان موسم تحول في مسيرتك خدت بيك اعلى شوية. اه. والله الحمد لله يمكن اه. هو انا موسم عن موسم الموضوع بالنسبة لي اه بيبقى تحدي وطموح. اه. ودايما كل سنة بقى عايزة بقى احسن من السنة اللي قبلية. اه. ده قبل نهاية السوق. قبل نهاية الربطة. طبعا. دي بسبعة ترواح. دي بسبعة ترواح. اه. اه. قبل نهاية الربطة بالنسبة لنا ده كان ماتشي كنا بنلعب عشرة. اه. من اه. من او من اول نص ساعة. اول نص ساعة بنلعب عشرة قدام الاتحاد في اسكندرية وجمهور والدنيا كانت صعبة جدا انهم كذبانين واحد سفة. اه. فالموضوع بالنسبة لنا كان اه كانت لعب رجالة بصراحة. اه. وقدرنا ان احنا نخرج الماتش ده واحد سفة. فبقول لك اه يعني يا محمود يمكن انا كل سنة. اه. بحاول ان السنة اللي بعادية تبقى احسن من 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 القبلية لان طول ما انت بتقدي بشكل كويس. وطول ما 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 اسمك الحمد لله بيتردد بشكل كويس. اه انت بتحس بامتك. وبتحس ان انت بتقدي اه. طيب. ده بقى. تمن ضربات جزاء. تمانية. تمن ضربات جزاء انت انقصتهم على مضار الفترة اللي فاتت. تعدن هم لك في الاعداد. ده السوبر. تمان ضربات جزاء اه. بالسوبر دول تمانية. ده كاس مصر. اه. اه. ايه صرف ضربات الجزاء بالنسبة لك? توقع. ترى بعد توقع اكتر. تستنى لحد الاخر. بزاكر شوية اه ممكن بزاكر شوية مسلا اللعيب اللي داخل الشوت. بحضر مسلا خمسة ستة اللعيب اللي هي بتبقى دايما موجودة في في الناس اللي بتشوت من الفرد قدامي. وبتفرج على كزا ضربة جزاء. وفي الاول في الاخر برضو هو توفيق ربنا. يعني اه انت بتشتغل بتكتد. انا بعمل الاسباب اللي هي تخليني ممكن انا بموفق في دربات الجزاء. اه. فانا بشتغل عليها. وبعد كزا بقول لك دربات الجزاء نمرى واحد. توفيق توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لان انت عادي ممكن تبقى عارف ان العيب ده بيشوت في الزاوية دي. وتروح وتدخل لان هو بيحط لان هو حطيتها كويس. اه. انت مهما تكون انت مش تسرع من الكورة. مية في المية. فتوفير ربنا بقى انك بتقدر تزاكر او بتقدر تروح مسلا سنة بدري وهو ما يخدش باله. يعني شوية حاجات كده انت بتحاول تشغلها لكن اه. الدربات الجزاء بنسباني في الاول في الاخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى بس. طيب. اخيرا بقى انت الموشن ده. السيراميكا. طمحكم ايه في الموشن ده. اه. بطولة. التوب فور. تنافس. ايه اللي كابتن ايمن بيتكلم معاكو فيه طول الوقت. يعني احنا للحمد الله يمكن السنة دي اه. عملنا تدعمات كويسة جدا. و اه. وطبعا مشي من عندنا لعبة محترمة جدا. محمد ابراهيم. كابتن الفرقة. اه. رايان اه. من احسن الفردان موجودة في مصر. خالد صبحي. اه. طخب مصر. اه. ارموتي الناس دي. طبعا لعبة كبيرة جدا كلها. وفرقوا معنا السنة اللي فاتت. لكن السنة دي الحمد الله ديرنا نحن نعمل صفقات محترمة جدا. نفخري لقائزة. لك رجع تاني. مكة. اه. مصادق. اه. اسلام عيسى. مش عايزة نسى حد لان هما فعلا كلهم لعبة كبيرة. واللعبة محترمة. هايبوا مؤسرين معنا جدا. بخلاف الناس اللي كانت موجودة. من السنة اللي فاتت رجب وبكهم وهاني. وشكر ربنا رجعه بالسلامة. اه. واحسن السيد صحيح. السنة دي كمان جالنا. اه. اه. ومحمد عادد. يعني انا مش عايز نسى حد طبعا لان هما كلهم لعبة محترمة زي ما قلتك لعبة كبيرة جدا. فالهدف بالنسبة لنا السنة دي ان شاء الله ان احنا نبقى موجودين من الناس الاربع فرق اللي في المقدمة. اه. لان هدفنا ان شاء الله بإذن الله ان احنا بإذن الله طالما تحديد البطولة الافريقية تبقى لانهاية الدوري. فاشتمنى ان شاء الله. واه. هدفنا ان احنا نبقى موجودين في البطولة الافريقية السنة دي ان شاء الله. تفكرتكم تصطحكت بصراحة يعني. اخر حاجة. لسه عندك الطموح بيتذهب للاهلي في يوم من الايام ولا. الملف اهلغ دالك. حاكي. حاكي طب. اه يعني اه. اه. شرفه. الاهلي تحديدا مش الزمالك. يعني لا طبعا اهلي زمالك. فرقة كبيرة دي لازم تحط في سي فيه انك تلعب تقالي وزمالك دي بالنسبة لك بتفرق كمان بعد الكرة في مجالك وفي مسيرتك فاتمنى ان شاء الله ان انا يبقى ليه نصيب ان انا بقى موجود في اهل زمالك لربنا كاتبه يكون لان زي ما بقولك ده هيفرق معايا الفترة اللي جاية وبيفرق كمان في حيطة طبعا منتخب بنسبة 70-75% بتبقى موجود بالصفة مستمرة لكل مجتهد نصيب وكورة بتكافئ مهما طال الزمن تأكد ان الكورة هكيفاء تنورتيني وشرفتيني واسعبتيني مشكرك شكرا جزيلا انا مبسوط ان كنت معاك النهاردة والله وكنو صامن طيب وانت بقى الفخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا واحد من اهم الشخصات الحياة في سراميكا وفي الكورة المصرية في شكل عام كنت محمد بسنة وورتنا وشرفتيني شكرا جزيلا نهاية حلقتنا من هاترك نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم لكم مني من كل فريق العمل كل التحية من استوديوهاتنا في القاهرة وإلى اللقاء